في لقائه اليوم مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبيتنو بحث الأمين التنفيذي للجنة ما بين الدول لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل السلس دكتور عبد الله محمد أهم المواضيع المتعلقة بالنهوض باللجنة وسبل دعم الدول الأعضاء ومتابعة الإصلاحات التي أجريت مؤخرا في اللجنة مؤكدا وقف مؤسسته مع شاد ومقدما في الوقت نفسه تعازيه للأمة الشادية على فقدان مشير شاد من جانبه أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبيتنو لضيفه دعم شاد للسلس والتصدي لظاهرة التصحر التي من شأنها أن تهدد المساحات الزراعية والروافد المائية الأمر الذي يحتم على البلدان الأعضاء في السلس وشعوبها تضافر الجهود عبر برامج وطنية ويقليمية تعالج هذه الإشكالية بشكل مستدام وأوضح الأمين التنفيذي لللجنة ما بين الدول لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل السلس دكتور عبد الله محمد بأن اللقاء تطرق إلى أهم المشاريع التي تنفذها اللجنة في جاد خاصة المشاريع الزراعية والرعوية والتعليم والأمن الغزائي التي تنفذ من قبل البنك العالمي والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية يذكر بأن اللجنة ما بين الدول لمكافحة الجفاف في الساحل تبزل جهودا مقدرة من أجل تقديم المشاريع وتنفيذها لتعود بالنفع على شعوب البلدان الأعضاء في المنطقة اشتركوا في القناة